نلقي نظرة على جنوب لبنان على منطقة العديسة مع مرسلة الغد كلودي أبي حنى كلودي كيف تبدو الأحوال لديك؟ نعم نحن وصلنا إلى العديسة هذه المنطقة الحدودية في جنوب لبنان وكما ترون وتلاحظون هذا الجدار الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلفي مباشرة وتبدو المناطق في فلسطين المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية خلف هذا الجدار الوضع في هذه الأثناء هادئ جدا عاد إلى وضعه كما كان قبل حادثة إطلاق الصواريخ وهذا بتأكيد من مصدر أمني في الجيش اللبناني تحدثت إليه أيضا قبل قليل أكد أن الأجواء هادئة ولكن هناك توتر سياسي وترقب هذا الأمر ظهر من خلال البيان الذي صدر قبل لحظات عن اجتماع بين رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية في الحكومة عبدالله أبو حبيب أكد هذا البيان الذي يعبر عن الموقف الرسمي اللبناني التزام لبنان واحترامه للقرار 17-01 هذا القرار الذي صدر إثر حرب تموز في العام 2006 وأكد ضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وأكد البيان الصادر عن إثر هذا الاجتماع بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية أنه على المجتمع الدولي بدل كل الجهود الممكنة لوقف ممارسات الإسرائيلية ولمنع إسرائيل من التصعيد هذا الأمر يعكس قلقا هنا في لبنان من إمكان اتجاه الأمور نحو التصعيد ولو أن جهات مراقبة أخرى أكدت أن الأمر لا يعد كونه حادثا مرتبطا بما يشهده المسجد الأقصى من توترات في الفترة الأخيرة استنادا إلى مصاد مصدر مطلع على موقف حزب الله أكد هذا الأمر وأن الصواريخ التي أطلقت من منطقة القليلة خصوصا في جنوب سور وأيضا من زبقين هذه الصواريخ أطلقت من مناطق قريبة من مخيمات فلسطينية وهذا الأمر هو رسالة لإسرائيل بأنه من غير المقبول الاستمرار بأدائها حيال الفلسطينيين في المسجد الأقصى وبأن هذا الأمر لن يترك لإسرائيل التصرف كما تريد في هذا الأمر أيضا موقف لافت صدر قبل قليل عن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله هاشم صفي الدين أكد بأن الإطلاق الصواريخ يؤكد بأن المسجد الأقصى ليس وحيدا وفي هذا الموقف أيضا رسالة واضحة بأن هذه الصواريخ لم تأتي من عدم إنما أتت لتوجه الرسالة لإسرائيل بأن هذا إطلاق الصواريخ مرتبط بالمسجد الأقصى دعني أشير إلى مقاله رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين ليعرف الصهاينة كما جاء في كلامه أن المسجد الأقصى ليس وحيدا وأن خلفه مئات ملايين المسلمين الجاهزين لبذل الدماء من أجله هذا الموقف موقف معبر جدا عما حصل وطبعا نحن سنواكب ما يحصل من موقف أيضا وتطورات في إسرائيل نتيجة الاجتماعات المستمرة في إسرائيل لأن الانطباع هنا والمعلومات الأمنية التي أخذناها سواء من الجيش اللبناني أم من مصادر قريبة من حزب الله تؤكد بأن الرد الإسرائيلي على أطلاق الصواريخ لم يحصل بعد ما رصد حتى الآن من قصف مدفعي تعرضت له مناطق حدودية في جنوب لبنان هو يأتي من ضمن منظومة القبة الحديدية وليس القصف المدفعي الذي هو سيكون ردا على هذه الصواريخ إذا ما حصل هذا الرد لذا الترقب الأمني لا يزال مستمرا لمعرفة إذا ما كان سيحصل رد إضافي على أطلاق الصواريخ إذن كلودي كما أوضحت لنا أن حتى اللحظة الرد اللبناني الرسمي كما خرج من السيد ميقاتي هو أن لبنان متمسك بالقرار رقم ألف سبعمائة وواحد ألف سبعمائة وواحد هذا القرار الذي اتخذ في ألفين وستة في آب ألفين وستة لينهي مواجهة في ألفين وستة وربما يعني هو يدعو الجميع إلى وقف إطلاق النار أنت الآن كلودي على الحدود اللبنانية الإسرائية كما نرى هل رصدت بالفعل تكثيفا لدوريات الجيش اللبناني مع اليونيفيل على الحدود حتى الآن لم نصادف دورية للجيش اللبناني واليونيفيل ولكن كما أكد بيان أيضا صدر هذا المساء عن الجيش اللبناني بأنه يتم تسير دوريات مشتركة في المنطقة إذن كما قال الجيش بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يتم تسير هذه الدوريات لرصد الوضع واللافت أيضا في بيان الجيش الذي صدر هذا المساء ما يشير إليه بأنه أطلق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلي والمعلية وزبقين في قضاء سور إذن استعمل صفة المجهول أطلق ولم يحدد من الذي أطلق هذه الصواريخ من هذه المناطق في منطقة سور وفي قضاء سور في جنوب لبنان لذا الموضوع لا يزال مفتوحا ولو أنه أريد أن أشير إلى هذا الأمر هناك توقعات بأن لا يستمزلق الأمور إلى مزيد من التصعيد بل بتوجيه الرسائل أيضا بأنه إذا ما كانت الأوضاع الميدانية غير مستقرة في الداخل الفلسطيني فإن على إسرائيل أن لا تنعم أيضا بالهدوء في جبهات أخرى وفي أي حال تؤكد أوساط حزب الله بأن ما كان قد أعلنه الأمين العام حسن نصر الله قبل فترة قريبة بأنه في حال سقط ضحايا هنا في لبنان من قصف إسرائيلي محتمل فأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى رد من حزب الله على إسرائيل ولذلك بما أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان هي أتت إلى جوانب المستوطنات الإسرائيلية فأنه في حال حصل رد إسرائيلي سيكون أيضا في مناطق يعني في أطراف المناطق الجنوبية اللبنانية هذه هي التوقعات حتى السعادة هذه نقطة تحتاج إلى توضيح كرودي إلى تصعيد كبير هذه نقطة تحتاج إلى توضيح ما ذكرته للتو أن إن كانت الصواريخ أطلقت من جوانب المستوطنات فبالتالي الرد سيأتي في أماكن ضيقة أدعوك إلى كثير من التوضيح السواريخ التي أطلقت من لبنان وطالت المستوطنات هي بحسب هذه المصادر هنا هي لم تصب عمق المستوطنات ولو كانت هناك أضرار مادية ورأينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يتمتنى كله من فيديوهات من داخل إسرائيل بأن هناك أضرار مادية وقعت في عدد من الأماكن في إسرائيل ولكن برأي هذه المصادر لم تأتي الصواريخ إلى عمق المستوطنات ولم توقع الأضرار المادية والبشرية الكبيرة لذلك تتوقع هذه المصادر في حال كان هناك رد من إسرائيل أن يأتي الرد بشكل يوازي ما نتج عن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان هذا هو المقصود من هذا الأمر لأن هناك حرصا يبدو حتى هذه اللحظة بعدم توسيع التصعيد ويجعله محدودا وأن يقتصر على هذه الرسالة ولكن الموضوع سوف يبقى مفتوحا سوف نتابع ما يتم تقريره في إسرائيل والموقف هنا الموقف الذي صدر قبل قليل أيضا وكما ذكرنا عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال هو صدر بعد عدد من الاتصالات الدولية والداخلية وهذا ما أشار إليه البيان بشكل واضح وعندما يؤكد البيان ضرورة احترام القرار 17-01 وأن لبنان ملتزم بمندرجات هذا القرار فهذا يؤكد بأن لبنان الرسمي هو غير معني بالتصعيد وثمت هنا رأي واضح لدى معارضين لحزب الله أيضا بأن حزب الله ليس معنيا بدوره بالتصعيد خصوصا بعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعني لا مصلحة لحزب الله بخوض مغامرة عسكرية جديدة في بلد أصلا إضافة إلى كونه وقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية البلد منهار اقتصاديا وصل إلى ما توصف بأنها مرحلة الارتطام الكبير فأين المصلحة في فتح هكذا جبهة هذا ما يراه المراقبون حتى الآن في هذا المجال